اللي هي الحسرة التي تبدو على الكافر أو المشرك يوم القيامة يتحسر ويندم على إنه فرّط في أمر الله سبحانه وتعالى في صورة الزمر ربنا سبحانه وتعالى يقول أن تقول نفس يا حسرة لحظ لأن الكافر يندم كيف والمشرك يتحسر قال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرّطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب ما هو بيندم لما يشوف العذاب بعينه قال تبارك وتعالى وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَا يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا طيب اللي عرض عليهم ديل كانوا زمان كيف قال الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي يعني في الدنيا كأن الأعين دي مقفلة ما قدر يشوف هل الأعين مقفلة يعني أعمى ما بشوف لا هو ما أعمى هو بشوف لكن ذي ما ربنا سبحانه وتعالى قال قال ربي لم حشرتني أعمى يوم القيامة بجي أعمى في بصر وقد كنت بصيرا في الدنيا بشوف أعمى هنا أنا في الآخر قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يعني بسبب تغافل وابتعاد عن دين الله سبحانه وتعالى النتيجة شنو النتيجة يحشر يوم القيامة أعمى اشتكل يا ربنا ربنا يقول لزي ما نسيت الشريعة في الدنيا كذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى عشان كده يخواننا الزلما يتحسر يوم القيامة قال أن تقول نفسه يا حسرتا على ما فردت في جنب الله ومن الحسرة القصة اللي زكارة شيخ محيد دين إنه أهل النار ينادوا أهل الجنة يقول لهم دارين موية موية بس بسيطة يعني حاجة في الدنيا هنا زل ما ينتبه ليا أن أفضوا علينا من الماء أو مما رزاغكم الله قالوا لهم دير اللي اتنين ربنا حرمنا على الكافرين بعد ذلك يندموا يقولوا دارين شنو واحد من ريتين هل لنا من شفعاء حد يشفع علينا يمنوعنا من الورطة اللي احنا فيها دي هل لنا من شفعاء فيشفعون لنا زي ما ربنا قال في سورة الشعراء فما لنا من شافعين ولا صديق حميم قريب يعني الصديقي يقف معنا ماف زل يشفع علينا يحل لنا ماف آه قالوا فلو أن لنا كر نرجع فلو أن لنا كر فنكون من المحسنين ربنا قال بلى قد جاءتك آياتي الندم ما بينفع بعدين أي ندم حسر ما بينفع مهما يندم مهما يبكي قالوا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ليه نجيب دعوتك ونتبع الرسل الكلام اللي قالوا لنا الرسل زمان أعبدوا الله براه ما تشيركوا بيه صلوا صوموا بروا الوالدين إلى آخره قولوا والآن بس رجعنا دارهم فرصة يا الله رجعنا نجيب دعوتك ونتبع الرسل ربنا يقول لهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ما في طريقة والله يا أخوانا دي مشكلة كبيرة ليه ما في طريقة لأن ربنا في الدنيا ورهم وبين لهم لكن دل قلوب مقفلة هم ما درنا الحق الحق واضح لكن هم ما درنا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاص لو الكتاب ده نزل في ورقة من فوق من السماء فلمسوه بأيديهم أتخيل شوف التأكيد ده كيف كلام مليام موسغ يعني كتاب ينزل من السماء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولمسوه بأيديهم يعني حتى ما قالوا لهم في كتاب جاه ما قالوا لهم ساي لا ويصلهم وهبوا شبا يدهم كده في يدهم ولمسوه بأيديهم ربنا قال وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ مش انزل لهم كتاب بس لا لا اطلعوا هم كمان فوق اطلعوا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَضَلُّوا فَضَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ طالعين فوق لا قالوا ها حيقولوا شنو حيقولوا آمنا ها حيقولوا أسلمنا حيقولوا اغتنعنا لا لا قالوا إنما سُكِّرت أبصارنا بالله يشوف النازل المجرمين كيف قالوا يقول لك دي خدعة خدعة سائلة يقول لك إنما سُكِّرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون سحرون سحروا أعيننا إنه نحن شايفين نفسنا طلعنا السماء وجاتنا البينات وكده ما بيغتنعوا بعده دليل تالي تربنا قال لك قال لك ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ده دليل تالي تحسي شان تتأكد إنه أزول ها اللي ختم عليه بالكفر وبالشرك ما غبيان عليه المعلومة واللي ربنا دخل جهنم ما عشنا المعلومة فايت عليه لا 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 ده مصر وخاتم على الموضوع ده ها وما در الحد ربنا قال لك ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة أتخيل معاي ذول من الناس المجرمين الملحدين يجيوا ملك من السماء ملك عديل انزلوه ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى عنده ذول من الناس الماتوا عارفوا مات جاءوا مارك من الغبر قال لها أفلان أنا موتى وسألوني عن كده وكده وكده وجاوبت صح إما جاوبت صح دخلت الجنة أو شفت نعيم الجنة أو جاوبت غلط ودعزبت كلموا زيدا يا أخوانا دي دي بينات قاطعة ولا ما قاطعة مش مفترض يختنع ربنا قال لك بعد كله قالوا وكلمهم الموتى نمرة ثلاثة في نفس الآية قالوا وحشرنا عليهم كل شيء قبل يعني تجي البهيمة تقول له الحك هناك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والباطل بيجعي وعمل حسابك بهيمة تتكلم معه طير حشرة إلى آخره قالوا وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله بعد كله قال لربنا ما كاتب له الإمام ما بيؤمن شكت يا أخوانا شفت الحسرات دي كلها سببه شنو سببه هنا في الدنيا هو ليه عاند عاند ليه لأنه صرف الحق بالهوى بتاعه يعني عشان ما يقبل منك انت التوحيد خلي بالك معي عشان ما يقبل منك التوحيد والتوحيد سهل تقول له يا أخي أعبد الله ما تعبد الشيخ لمن تدعو أدعو الله ما تدعو لك شيخ ولا فكي ولا كده ما تدعوه صالح ولا ما صالح ما تدعوه دي مش معلومة سهلة الوقت قلت غلطك فيها غلطك وعمل معك جلبة وجدل لكن المشكلة بعدين لما انتواجهوا الحقيقة اجي يندم ولالة ورجعوني ويا ريت يا ناس عشان كده زل يراجع رقبته منسة عشان ما يندم بعدين منسة تنجزت شغلانتك وش اللي المسألة التي تكلم عنها شيخ محي الدين وقال داري علغ عليها مسألة بسيطة تغيير قالوا داري غيروا حد الرجم يغيروا لقت وفي ناس تانين كمان دي الأسوأ حالا اللي قالوا ما في رجم زاده في الدين اللي اتنين لو رجعوا للقرآن رجعوا للسنة يلقوا الكلام ده من أبطل الباطل لأن ربنا سبحانه وتعالى في آية واحدة بس قالوا الله يحكم لا معقب لحكمه ما أفضل بحقب يعني الله قال ده حلال ما أتيت تقول لا لا والله أنا أرى أنه في الزمن ده افترض نغير لا 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 القرآن ده ربنا وكي تنزلوا قرآن ده كتاب مصلح لكل زمان إلى يوم القيامة مش إحنا بنقول صالح فقط هو مصلح لأنه كلمة مصلح أدق من صالح صالح أي بيصلح لكن ممكن غيره يصلح لكن هو مصلح بصلح الزمان ذاته بصلح الأشخاص مصلح إلى يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم بالقرآن وأنزل ربنا قال كتاب أحكمت آياته أحكم عليك الله سيأخونا لو يتقدر تشتري لك باب باب بس تمشي تزال في السوق الباب شنو وده باب صيني وده باب شنو حتيت قول لهم أنا داهر لي باب محكم ولما بتاعنا الشركة يكتبوا لك عليهم ده شركة يابانية وهذا باب محكم معناه ما هي بفرقة صح؟ فرقة كده تجي تداخل بيها ولا محكم ده شا قول بتاع ناس ساي؟ شا قول بتاع ناس؟ لكن كيف رب العباد الخلق العباد ذاتهم يجي يقول لك ده محكم في فرقة تاني تعلق؟ تجي تعدل؟ وعد يقول لك لا ولانا ما فيه أشياء طرأت على الزمن ده اللي طرأت دي واللي تبتشوفه جديد دي ربنا كان بيعلم ولا ما بيعلم يعلم لما نزل القرآن يعلم ومعد كله ربنا سبحانه وتعالى حكم عليه دبي كذا ودبي كذا ودبي كذا أأنتم أعلم أم الله؟ ما ممكن تجدت في أخر الزمن تقول ليلى الرجم ده ما مناسب ونحنا نرين نعدل شوية وحد الزينة ده ما مناسب ما يجلدوه في امتى؟ الآن يجي يجي ناس حقوق الإنسان يقول لك ليه تقتلوه؟ ها؟ ليه تقتلوه؟ وقول لك السارج ليه تقطع يدوه؟ ودي قسوة قسوة؟ يا ناس عليك الله يتقى كده يشوف براك بينكو بين نفسك لو أنت صحيت بالليل ولما نمت خطي لك ساطور جنبك ولا سكين ورجدت نمت صحيت بالليل لجيت حرامي واقف كشف عورة أهلك زوجتك أخواتك أمك كشف عوراتهم دي واحدة دي أخطر دي أخطر كمان من السرقة ذاتها اتنين سارق قروشكم وانت عينت وساطورك جنبك وشوفت الحرامي ها؟ واقف وقلي مرتك ولا أمك ده انت كده بتعمل شنو؟ الشريعة قالت اقطعوا يده ده والجماعة معترضين قالوا ده قسوة اتا هتعمل شنو؟ اتا قلنا حاجة بتشرط النص بالساطور ده أقل لشي اتا بتكون أقصى من الشريعة ذاتها لكن الشريعة للسلامية قالت لك لمجد العمل العمالي يلدوا كلها اقطعوا يده ما حرامي في النهاية حرامي يقطعوا يده إذا زن يجلدوه بيقى محصن مزوئ يرجموه في امتى؟ حتى ذكرت من اللطائف في كتب السنة من رواية عمر بن ميمون الأودي والأسر في مسند أحمد وأصله في البخاري كويس؟ قال مرة هو ذاته بيحكي عن نفسه هو من كبار التابعين عمر بن ميمون قال في بعض الصحاري ماشي في الطريق قال رأيته بيحكي قصة قاش شاهدة قال قرد زنى بقردة هو كده يعني زنى طبعا والقرود ما عندهم زواج لكن في النهاية حتى يقوانا الحيوانات عندها أنظمة معينة بتتعاربية على الأمور بتاعتها يعني أسا يقول لك ديكين في قفص واحد مبقوا عدن لأنه عندهم نظام معين الديك بحيث بين نفسه إنه هو راجل القفص وكده وما في ديك تاني يخش معاه في الحتة دي فهمتها؟ عندهم نظام وإن كان ما عندهم زواج الحمام عنده نظام معينة البهايين دي عنده أنظمة معينة بتشتغل بها فهمتها كلامي؟ فالقرود داك قال كانت معاه بعد شوية قامت منه مع زوالة داك عريسة أي حي أنهم سميوا زوالة دا فاتت منه ومشت له واحد تاني لما رجعت له فبقى باستكشف بشوم فيها فعرف إنها مشت له واحد تاني قال فصاح القرد واجتمعت القرود صاح لما البقية لما اجتمعوا قال فحفروا لهما حفرتين في الأرض حفروا لهما في الواطن كويس؟ قالوا ورجموهما عمر بن ميمون قال وكنت مما رجم مع القردة أنا ذاتي قال خشيت معهم يعني أتخيل دي حيوانات يا أخوان حيوانات في النهاية بتغار بتعرف إنه دي حرمات لما الليل أنا أجي في المجتمع أقول زول زنة وزنة ها؟ بامرأة مزوجة وعندها راجل مزوجة زنة بيها يخلوه ساي يخلوه ما يسألو المجتمع ده حيحصل فيه شنو لقد دام هو يا أخي مع تطبيق الأحكام الشرعية الزنة موجود مع تطبيق الأحكام كويس؟ فبالتالي يا أخواننا كل الناس اللي بتكلموا في الموضوع ده يقولوا نغير الحد أو يقولوا الحد ما موجود أصلاً ده كله كلام خارج عن الشريعة الإسلامية أبسط التلاميذ الفي السانوي ولا في الأساس بيعرف الحد الشرعي شنو والعقوبة الشرعية شنو خلاصة كلامي أنا ونهاية كلامي إنه اليساني أخواننا الواجب عليه اتباع الشرع شوف شرع الله شنو ربنا قال هنا شنو النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو يتبع الشرع عشان ما يندم بعدين يوم القيامة جزاكم الله خير على حسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا اشتركوا في القناة